مولايا وسيدي أكرمتني بأن جعلتني في كفالة سيد البشر دون سابق إحسان مني أو عمل صالح يرضيك عني لكنه محض اصطفاء منك وإحسان فلا تجعلني يا رب ممن استهان بسنة الهادي الأمين وحاله واجعلني ممن قدسوا أقواله واقتدوا بأفعاله فقد جئتك تائبا بين يديك يا رحمن فابعثني يا رب يوم القيامة في كامل الأمان مع سيد أهل الإيمان واجبر بخاطري عند وضع أعمالي أمام عيني في الميزان واحفظ جسدي وقلبي أن تمسه النيران يا مولايا ويا سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر